السلام عليكم وبركاته بضائل اشوفوا برنامج فرمت هو برنامج اتدوسك عمل هذه بحيث ان هو بعمل بودر بشكل سريع وقريب من فكرة الاسكتش عبر طيب دولت اول حاجة لازم اعملها ان انا احدد إمرأة متاعي فبتيجي هنا تكتب المكان اللي انت عايزه المكان بتكتب زي ما انت عايز مثلا الكهيره اللي جيزه اي باكان انت عايزه تقدر تعمل زوم مثلا على اي باكان انت عايزه في شكل دوت مثلا لسيل مثلا دوت ويبدأ يجيب لك المكان بقدر تشوفه أكثر من طريقة مثلا الروتس مثلا ويبدأ يجيب لك المكان اللي انت اخترته بعد كده انت تقدر ترسل موديل او تعمل اليمبورت من الريفت طب اعمل اليمبورت من الريفت ازاي هتقول له فايل وتقول له امبورت وتقول له رسال ليلة من بقتل 2560 لو انت رفع اي ملف في الريفت تبدأ تشوف اليمبورت المطلوبة عندك XM عندك Object عندك SAT عندك Sketch عندك FBX اذا بتشافي يمتازات كثيرة مشاركة بينهم فانت لو صدرت شغل تاعك FBX خلاص هو هيقبله بدون اي مشاكل خالص لو صدرته ضرب كثير حاجة يعيبها السكتش او اب هاي ابحثة League جزيلا زاد ان هو الفت تقدر تصدر الريفت تقدر تصدر لك الفورمت تقول له convert rf8format اي فاهمة تقدر تتحاله للااااااااو سكتش او بتعمل همبورت ممكن تعمل العكس تدخل اي ملف من فرمت للافت او تقول له ريموت ريلود فاملس يقولك الافيم ده الامتداد بتاعه وقدر تدخله جوه الربط المناسبة بطلقة تعمل insert للسكتش أب لما بتقوله import kit مجرد بس تغير نوع الملف من DWG تغيره لسكتش أب هيدخل معاك تدخله للسات تدخله للدجي ان اللي هو الماكرو سيشن هيدخل معاك بدون مشخص والرينو برضو كذلك نرجع للبرنامج فتقدر تعمل import لأي ملف ريفت في الشغل مهتاج ان انا ازود الليبلات فهاجي هنا وقل له زود لي ده الليبل 1 لما نرسل تبدأ تظهر الحاجة ده اللي فاشن بتاعه فتقدر تغيره زي ما انت عايز نعم حتى كده عملا كذا ممكن تجي مثلا لبل 3 خليه مثلا 24 مثلا لا فيه 24 طيب هو خلي مثلا 38 مثلا فتقدر تغير حاجة انت عايزها والله هتبدأ تنظر معنا لما نرسل مشكلة مثلا من الشكل النقطة طيلي هود من هنا مثلا من هنا وبعد كده تحدد من اي نقطة تطلع بيها حددت الشكل واي نقطة ده تطلع بيها فيعمل لك الشكل ده بتعادل نطلع في الير اتنين نرسم بشكل اخر ممكن تجي بشكل جاهز هودت وبعد كده تعمل عليه select وتعدل الخصائص تحت زي ما انت عايزة ممكن تعمل اصلا select كده و تبدأ ايه تغير فيه ممكن تعادلش للنقطة براحتك زي ما انت عايز زي ما كنا بتشغل في ال sketch up زي ما انت عارفين sketch up من الادوات اللي سهلة جدا اللي لازلت جدا في الشغل الكعب طيب الان انا عايز اضيف الشغل ده على الير ده فعمل select على الكتلة ده وقوله هتطلع لير 1 ودلوقتي في اي لحظة اخفل اخفل الير 1 او اخفل الير 2 او اخفل الير 2 او اخفل الاتنين واقفل في قلب الصهراء استمتع بالجو طيب ممكن تجي هنا بعد كده تقوله انا عايز اشوف مثلا الشهدو بتاعها الـ sun edit تقدر تقوله مثلا نتفقني يوم في السنة انها تضغر بعد 16 فبراير طيب الساعة كان بوص عن الساعة عندك وهو شوف تعيس تعمل دراسة الان وقت من السنة ده عملنا سورر انالسيزه بشكل بسيط جدا بيعمل بجل انه بيعمل ده ولوت اهوت وتقدر تقدر تشوف الانالسيس بتاع الحاجة دي بتقدر تخدها صورة تقرس بها بعد كده هروح لبرو بارتس بش موجودة هنا ده لبرا تقفتها هقول له ويندوز ببرو بارتس بتقدر عندي هنا وانا عم سريفة على الناصر هقول له useLevel هتبدأ تظهر لي الليفلات بالشكل دوت في المسحاب بتاعتهم بال الليفلات اهمت بدأ بتحيسبوك تقدر في بقت تاني من الفرش ده عايز تفوق شوية وبعد كده هليجي هنا واقول له اه انا ما فعلت فيها فبيبدأ اعمل لك التحليل راهيض يزهر لك التحليل وتقدر تقول له انا عايز اشوف view inside بيوريك على موقع inside 63 السلامة التي يخلص هالدوات الاسبها من generate inside ده يجيب لي تحليل الطاقة وتحليل الاستهلاف بالنسبة للموقع والروتيت بتاع المبنى وبالنسبة للذل فهذه من الحيات الممتسحة وبعدين ممكن تاخد المبنى ده تؤدي الرفيت عم طريق ان تتحفظه بحدي خالص وبعد كده تستورده من الرفيت ممكن تختار اي امفادة من دول من الرفيت بيقبله وبعد كده تروح لنجف الرفيت وتطلع من اللي الملف دوت وتبدأ تشاغ عليه دون اي مشاكل خلص بساش النومر اثنين نفس للشركة